اشهد المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بالتوجيهات الملكية السامية من لدن عاهي البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمباشرة العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا واطلاق الحزمة المالية والاقتصادية للتعامل مع اثار الانعكاسات الاقتصادية للجائحة وثمن المجلس التقدير الملكي السامي للجهود الكبيرة التي يبدلها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في التصدي للجائحة والتعامل مع ما تتطلبه الاوضاع للمرحلة الراهنة لضمان سلامة الجميع كما اشهد المجلس في جلسته الاعتيادية التي عقدها عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس بما ابداه جلالة الملك المفدة من اعتزاز وتقدير للجهود الوطنية للعاملين في الصفوف الامامية واسهاماتهم في نجاح كافة مسارات التعامل مع فيروس كورونا منوها في الوقت نفسه بالتقدير الذي استحقوه من سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بمنحهم رتبتين استثنائيتين في الخدمة المدنية أو ما يعادلها وقد اعرب المجلس في هذا السياق عن تقديره العميق لما اتخذه الفريق الوطني من خطط واجراءات احترازية كان لها الاثر الطيب بالتخفيف من اعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا كما ابدا المجلس سعادته واعتزازه بما ابداه المواطنون والمقيمون من تعاط بناء واستشعارا للمسؤولية الوطنية من خلال اقبالهم المتزايد لاخذ التطعيم المضاد للفيروس والتزامهم بالتعليمات وفي سياق اخر نوه المجلس بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية الشقيقة بقصر موسم الحج لهذا العام على مواطنيها والمقيمين فيها مشيرا الى ان هذا القرار الحكيم يؤكد حرص الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على اقامة موسم الحج واحياء هذه الشعيرة العظيمة بشكل امن صحيا بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها ما يلزم اشتركوا في القناة